أنا أي علاقة أبدأ فيها ما أشعر بالأمان؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ الجواب لا، مو صحيح لكن هل كل العلاقات اللي إحنا نأسسها نشعر بالأمان؟ الجواب لا طبيعي الإنسان لما يبدأ صداقة ولا علاقة ولا خطبة ولا زواج ولا حب ولا إعجاب في البداية يكون شوي متوثب يعني متريث ما يعرف اللي جدامة يبي مصلحة منه ولا هذا حب في الله ولا هذه صداقة يعني ما لها مصلحة ما يدري فتشوفونه متحفظ هذا التحفظ طبيعي جدا ولذلك إحنا عندنا أرقى العلاقات وأفضل العلاقات لما يكون الصداقة أو المحبة في الله شوني يعني في الله؟ يعني ما بينهم مصلحة لمالية ولا دنيوية وإنما هم مجتمعين على محبة الله وبينهم وبين بعض التذكير بالطاعة هذه أقوى العلاقات وأرقى العلاقات ولذلك إحنا لما نتكلم عن التعلق هل السؤال أنا بسألكم السؤال طبعا أنتم ما سألتونيها بس أنا بسألكم إياه هل فيه تعلق محمود وتعلق صحي؟ الجواب نعم ما هو التعلق الصحي؟ أن تتعلق بالله يعني ما نتعلق بالبشر ما نتعلق بالمخلوق وإنما نتعلق بالخالق هذا هو التعلق الصحي؟ أما أني أنا أتعلق بشخص ويلعب بمشاعري 24 ساعة ويتحكم فيني؟ لا هذا عذاب هذا عذاب وهني الصداقة أو العلاقة أو الزواج يتحول إلى عذاب لأنه صار تعلق ولذلك إحنا نقول التعلق هو تعلق مرضي